ايه اللي الرئيس وعد بيه ومعملوش يعني الرئيس مرة قال انا هخلي مصر حاجة تانية السؤال مصر بقت حاجة تانية اه ولا لا او ده سؤال مهم جدا يعني هل مصر هي هي زي ما استلامها الرئيس يعني مصر هي هي زي ما الرئيس استلامها سنة 2014 طيب تعال اضرب لك امثلة الرئيس استلام مصر سنة 2014 وكانت مثل عسابين مثال تشكة تكاد تكون جرداء تكاد تكون قطع صغيرة بقعة متنترة من الاراضي اللي تم استثمارها زراعيا والباقي مفيش تشكة دلوقتي بقت منورة متخدرة مثلا طيب الرئيس استلم البلد دي سنة 2014 ومفيش حاجة اسمها الضبعة استثمار لافع لمجال الطاقة زي مجمع المفعالات النوية ولا كان في مزارع مليونية زي الموجودة في الضبعة ولا كان في مناطق صناعية زي الموجودة في الضبعة يعني مصر تغيرت مثلا طيب المدن الجديدة اللي اتعاملت في كل محافظات الصعيد وفي كل محافظات بحري في الدلتة هل كانت موجودة قبل كده؟ لا لأنه بمنتهى البساطة برضو الرقعة العمرانية المعمور من أرض مصر تم مضاعفته خلال تقريبا العشر سنين اللي فاتوا مضاعفته دون أي مبالغة لو كانت شبري بقت شبرين يبقى الرئيس لما استلم البلد في حال غيرها إلى حال تاني زي ما قال نصا هخلي مصر حاجة تانية بلاش تعال نشوف هل الرئيس لما استلم مصر إحنا فيه كان عندنا ما نطلق عليه الآن منتدى شرق المتوسط وحقول الغاز اللي موجودة في المتوسط في المناطق الاقتصادية المصرية لأ ما كنتش موجودة أو بالأحرى يا إما ما كناش عارفين عنها حاجة يا إما كنا عارفين ومطنشين ومصهينين زي ما بيتقال فجي الرئيس قال لك لأ إحنا لازم ندور على الثروات بتاعتنا وناخد حقنا اللي موجود في البحر ده يبقى خلال مصر حاجة تانية ده مثلا طيب مجمعات إسالة الغاز هل اللي كان موجود هو هو اللي موجود دلوقتي لأ خالص بلاش طيب المخازن أو الصوامع بتاعة الغلال والحبوب هل هي هي اللي كانت موجودة دلوقتي برضو لأ حاجة تانية خالص ده مثلا بلاش على مستوى مثلا التعليم الجامعي والأكاديميات هل عدد الجامعات المصرية هو هو من عشر سنين ولا أصبح أزياد كتير أزياد كتير أنا مش أقدر أحسيب لك العدد وقول لك الفروق قد إيه دلوقتي لكن أسهل حاجة عندي إن أنا أطلع لك الإحصاء ومن العندي قبل العندي أؤمر أنت بس أصلها سهلة ما هياش بهذه الصعوبة ده أنت تقدر تعملها بعدما البرنامج يخلص للفصل هب هتشوف كده عدد الجامعات في مصر سنة 2014 كام عدد الجامعات المصرية الآن كام هتعرف طب بلاش تعال نشوف كفاءة التعليم فيه كم جامعة كانت مصنفة دوليا في مصر لحد سنة 2014 والنهاردة فيه كم جامعة مصنفة دوليا في مصر في عام 20-24 يبقى أنا بقول لك كل ده حقائق حقائق أرقام ملموسة موجودة يبقى الرئيس وفى بعوده ولا ما وفاش هل عمل اللي هو قال لهم يا جماعة هتشوف مصر حاجة تانية؟ آه هنشوف مصر حاجة تانية طيب تعال نشوف مثلا نسب البطالة كانت كام وبقت كام ده سؤال مهم البطالة يعني لقمة العيش يعني البيوت اللي بتتفتح كانت كام وبقت كام طب عدد المدارس طب عدد المستشفيات طب التأمين الصحي الشامل طب العشوائيات الخطرة اللي تم الانتهاء منها تقريبا تقريبا 100% تقريبا شارفنا المية في المية مثلا طيب والعشوائيات التانية غير المخطط لها طب ومشروعات الإسكان الاجتماعي أنا كل ده قاعد عمال بقولك في حاجات كده ايه متنثرة لو صح التعبير طيب سينة بقى كنا زي بقى نقعد نغني لك سينة رجعت كاملة لنا مصر اليوم في عيد السؤال بقى هل النهاردة سينة زي سينة من عشر سنين بلاش عشر طب سينة من خمستاشر سنة يعني سينة 2010 ولا سينة دلوقتي سينة اللي أصبحت جزء لا يتجزأ بطبيعة الحال سياسيا وجغرافيا هي جزء من مصر ما احناش مختلفين عادي جدا الأرض مصرية مواطنين مصريين لكن الربط في كام كبريت عمل وكام نفق وكام معدية إلخ 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 طب سؤال هو سينة 2014 اللي كانت للأسف الشديد تحت في تلات مدن رئيسية فيها رفح العريش الشيخ زويد كانت تحت سيطرت مسلحين وجماعات إرهابية النهاردة أي حد يقدر يتمشى في رفح وفي العريش وفي الشيخ زويد وفي أي شبر من سينة وهو آمن من مية في المية ولا حد يقدر يعمل لك كده جنب ويدنك ولا واحد طيب والتعمير اللي حصل في سينة والتنمية اللي حصلت في سينة والإسكان اللي حصل في سينة والجامعات اللي في سينة والمدارس والمستشفيات والمزارع والمجمعات الصناعية طب قناة السويس الجديدة طيب الجزء الاقتصادي أو المنطقة الاقتصادية بتاعت قناة السويس وهكذا أعد أسرد